اشتركوا في القناة الفاعل وهو اسم يدل على فعل الفعل على فعل الفعل وهو الفاعل الفاعل مرفوع دائما وعلامة رفعه الجملة السابقة الضم وهي علامة الرفع الأصلية أثبت تعليمي السابق في ضوء خبرة السابقة عن الفاعل أكمل الجدول الآتي لأحدد نوع الفاعل مفردا وجمع تكسير أو جمع مؤنث سالم وعلامات رفع الفاعل الأصلية المثال الأول تكثر الضوضاء في الشوارع والمصانع الفاعل هنا الضوضاء نوعه مفرد وعلامة رفعه الضم المثال الثاني تمد الخضروات الجسم بالفيتامينات الفاعل هنا الخضروات ونوعه جمع مؤنث سالم وعلامة رفعه الضم ثلاثة تعيش الجراثين في كل مكان الفاعل هنا الجراثين نوعه جمع تكسير علامة رفع الضم رابعا دعاء الإسلام دعاء الإسلام إلى الاعتدال والوسطية الفاعل هنا الإسلام نوعه مفرد وعلامة رفعه الضم أكمل الجدول الآتي على غرار المثال الأول المثال الأول تتعاون الصديقان على فعل الخير الفاعل هنا الصديقان نوعه مثنى وعلامة رفعه الضم مثال الثاني يهتم العاملان بالنظافة مصنعهما الفاعل هنا العاملان نوعه مثنى وعلامة رفعه هنا الضم ثلاثة تقوم الكليتان بتنقية الدم الفاعل هنا الكليتان ونوعه مثنى وعلامة الرفح هنا الألف أكمل الجدول الآتي على غرار المثال الأول استمتع الزائرون بمشاهدة الحديقة الفاعل هنا الزائرون نوعه جمع مذكر سالم انتهاء هوا ونون وعلامة الرفح هنا الباب اثنين يكثر المصابون بالكولوريا في المناطق الملوثة الفاعل المصابون نوعه جمع مذكر سالم علامة الرفح هنا الواو ثلاثة يحب المسلمون الخير للناس كافة الفاعل هنا المسلمون نوعه جمع مذكر سالم علامة الرفح هنا الواو أكمل الجدول الآتي على غرار المثال الأول المثال تعلم أخوك فوائد الادخار الفاعل هنا أخوك نوعه اسم الأسماء الخمسة علامة الرفح هنا الواو 2. ينفق أبوك ماله باعتدال 3. أبوك نوعه اسم الأسماء الخمسة على محترف على بوك 4. ينطق أبوك بالصدق 5. الفاعل هنا فوك نوعه اسم الأسماء الخمسة على محترف حين الوقت 6. يشكو ذو البنية الضعيفة من قلة الشهية الفاعل هنا ذو نوع اسم الأسماء الخمسة علامة رفعه الوا يمارس حموكا رياضة المشي الفاعل هنا حموكا نوع اسم الأسماء الخمسة علامة رفعه الوا علامة رفع الفاعل الوا إذا كانت أحد الأسماء الخمسة إذا كان الفاعل مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم فعلامة رفعه الضم وإذا كان الفاعل مثنى فعلامة رفعه الألف فإذا كان الفاعل جمع مذكر سالم أو اسم الأسماء الخمسة فعلامة رفعه الواب أجعل كل كلمة مما تأتي فاعل في جملة مفيدة المراقبون يأتي المراقبون مبكرا أخوك يحافظ أخوك على الصناة في إلقاتها العينان ترى العينان كل شيء اختار مما يأتي فاعل مناسبة كل فراغ في الجملة الآتية تدعو المنظمات إلى المحافظة على البيئة تساعد الأشجار على تخفيف الحرارة تخرج المصانع الغازات الضارة يسبب التلوث كثيرا من الأمراض رابعا اختار الإجابة الصحيحة من بين القوصين وأكتبها في مكانها يسعى فراغ لتقليل الضجيج الذي تسببه الآلات المهندسون يمكن فراغ في معملها للبحث ثلاثة يتعاون فراغ مع حماية البيئة أخوك يتعاون أخوك مع حماية البيئة أربعة يسهم فراغ في تدهور الحياة الفطرية يسهم الصائدون في تدهور الحياة الفطرية أحد الفاعل ونوعه المثال تلحق المبيدات الحشرية الضرار بالبيئة الفاعل هنا المبيدات نوعه جمع مؤنف سالم علامة الرفع هنا الضمة يسهم المزارعون في تحسين البيئة الفاعل هنا المزارعون ونوعه جمع مذكر سالم علامة الرفع هنا الواق تتنافس الجمعيتان في زيادة الوعي البيئي الفاعل هنا الجمعيتان نوعه مثنى